بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد وخذون لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك فأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم على آله تبتنا يا رب بقولها وانفعنا يا رب بفضلها واجعلنا من خيار أهلها اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والأخرة رحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنين بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا رحمة تغنين بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة تغنين بها عن رحمة من سواك اللهم إننا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعتنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها جيننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزك بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم أعطنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورحمة ننهل بها شرف كرمتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم إنا ننزل بك حاجتنا وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الغمور ويا شافي الصدور كما تجير بين الغفور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الصدور ومن فتنة الكبور اللهم أما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا فلم تبلغ أميتنا من خير معدته أحدا من خلقك أو خير أن تموطيه أحدا من عبادك فإنا نرغب إليك فيه لنا ولوالدين ولمشايخنا ولذريتنا والمسلمين اللهم إنا نرغب إليك فيه اللهم إنا نسألك من خير ما سألت من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألتك من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ظالين ولا مبلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعجب على وجهة من خالفت اللهم هذا الدعاء وعليك الدجابة وعليك الدجابة وعليك الدبلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم ونسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسأو علم الله أما بعد نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن سعد ابن سعيد ابن أبي جمرى الأزدي الأندلسي سلطان المشرق والمغرب كما بشره النبي في الرؤية المتوقف سنة تسع وتسعين وستمائة من الهجرة رحمه الله ونفان الله بعلومه وجزاه الله عنا خير اللهم لا تفتن بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله يا رب العالمين ما زلنا في الأوجه التي ذكرها حول حديث بدء الوحي وهو الحديث الأول في هذا الكتاب ونحن اليوم في الوجه الخامس والثلاثون في الوجه الخامس والثلاثين يقول قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك يريد اذكر اسم ربك يعني اقرأ يعني معنى اذكر اذكر اسم ربك وفيه دليل على ان الانسان انما يخاطب اولا بما يعرف انه يصل لفهمه بسرعة من غير مشقة ولا بحث يحتاج اليه لان الله عز وجل قد احال نبيه عليه الصلاة والسلام اولا على ان ينظر في خلق نفسه بقوله عز وجل خلق الانسان من علق ولم يقل له الذي خلق السماوات والأرض والأفلاق احاله للامر القريب منه ونفسه دي حاجة سهلة ميسرة لما تيجي مثلا تثبت قدرة الله ووجود الله لانسان ما يعرفش علم الافلاك وتقوله المجرات والشمس والامر وبيلفه ازاي حتى وين تبقوله كده كلمه على نفسك هو ادرى بنفسه مش كده برجو بل الانسان وعلى نفسه بصير وعلى شك كده ربك سبحانه وتعالى لو يريد ان يحير الخلق قال لهم انا ربكم بدليل اني خلقتكم من علق وكل واحد عارف نفسه كل واحد عارف انت خلق من ايه وهل انت كان لك تدبير في خلق نفسك وانت علقة صغيرة يعني لا تذكر بل لو اصابت ثوبا الانسان يشمئز منها ويضطر انه هو يمكن يغسله ولا يقرم اليه يعني من هذه الشيء المهين وسمى مهين ثم علقة بعد ذلك اكثر اهانة وسمى علقة علشان تيجي تنسى تلزأ فيك تيجي ثوب تلزأ في كل حد يعني حاجة كده تأرض وبالرغم من كل ربنا يخلقك على احسن تقويم ولا احسن حال دي حاجة يعني تدل على ان هناك مدبر فاعل قادر مريد سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذه الاشياء كلها فلغده الى امر سهل ميصف وبعدين قال له ربك ما قال لهش مثلا اه الهك قال له ربك هو الذي رباك هو الذي يرزقك هو الذي دبرك هو الذي خلقك هو الذي يقيتك هو الذي يقوم بك ويقوم بامرك ويدبر امرك وانت لا تدبر الامر انت مجرد تأخذ بالاسباب وكثيرا ما تأخذ بالاسباب ولا تحصل على النتائب ولذا تعلم ان هناك من يدبر امرك فالمسألة ليست اسباب فقط بل هناك مدبر فوق الاسباب لانك قد تأخذ بها ولا تجد نتيجتها في احوال كثيرة ولذا لما سئل احد الصالحين كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بخلف العزائم عرفت ربي بخلف العزائم اعزم على امر واخذ باسبابه فلا يقدر فاعلمت ان هناك من يدبر امره فالحكاية امر سهل وعلى شك كده دله على هذا الامر وفي انفسكم افلا تبصرون مش نفس القرآن يعني دلك تاني في سورة تانية في سورة مكية ايضا بعدها وهي سورة الذريات قال لك برضو وفي انفسكم افلا تبصرون هي هي خلق الانسان من علم عشان تعرف انه اجمل الله القرآن كله في هذه الايات ثم فصله بعد ذلك في ايات كثيرة في سورة المؤمنون مثلا من نطفة مخلقة وغير مخلقة اللي يبين لكم مثلا في سورة الحج سورة المؤمنون تدريب الخلق العظام نكسوها لحم واخدبالك ومنشزوها وهكذا كل القرآن من اول والاخر وبعد كده تفصيل للقصة دي فكأن الله اجمل هذا الامر كله في هذه الايات المجزة المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لخص القرآن كله في هذه الايات وبعد ذلك فكل ما جاء في القرآن كما مثلا يأتيك يقول لك مثلا ايه هذه الانباء المجزة واليك الانباء بالتفصيل فالانباء المجزة جاءت في الايات دي ثم جاءت بالتفصيل بعد ذلك اللي وإحنا قلنا المجمل والمبين المجمل اللي هو الموجز الذي يحتمل معاني كثيرة ثم المبين بعد ذلك هو الذي يفسد الأمر ويبين المراد خلق الإنسان من علق ولم يقل له الذي خلق السماوات والأرض والأفلاك وغير ذلك وإنما قال له بالرغم أنها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فدليل أكبر لكن لم يدلوا على الدليل الأكبر ليه علشان يدلوا على الأمر المتاح لهم حتى لا يعجزه لأن الله سبحانه وتعالى رطيف بعباده ودود يتودد إليهم يعاملهم على قدر فهمهم وعلى قدر نظرتهم البسيطة فإذا علمهم وفتح عليهم فتح عليهم علوم أخرى على قدر ما فتح عليهم وهكذا ولم يقل له الذي خلق السماوات والأرض والأفلاك وغير ذلك وإنما قال له عز وجل ذلك بعدما تقرر له خلق نفسه وما هو عليه وحصل له من المدى الإلهية ما يتسلط به على ذلك وبعدين قال له اقرأ باسم ربك قبل ما يدل على دليل دليل على أن الله هو أقوى من الدليل لأنه هو الذي خلق الدليل فكأن الإيمان بالله على نوعين على نحوين إيمان بالله بالله وإيمان بالله بالدليل فهناك إيمان بالله بالله اللي نوه عنه سيدنا علي يقول إيه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي لأن هل يكون للدليل من الظهور ما ليس لله وهو الظاهر أو في كل شيء يستحيي لم يظهر الدليل إلا لظهور الله فيه فكأن الله هو أظهر من الدليل وهل متى غفت حتى تحتاج لدليل ندل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصلوا إليك عميت عين لا ترك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصير مش قال كده برضو في الحكم في المناجاة علشان يدل كما الأولياء عرطوا الله بعد مرحلة الدليل إلى معرفة الله بالشهود والعيان فصارت معرفة الله ضرورة يشعر بها كشعوره بالجوع والعطش لا يستطيع أن يكذبها ولو جاء الناس جميعا وانت جعان يقول لك انت مش جعان تسدقهم حتى لو جاء لك بوش بقوات المارينز وانت ميت من الجوع وقول لك لا انت مش جعان وإلا حضربك بالرصاص وقول له خلال عمليه ممكن تجاريه بقى من انت مصري قصة المصريين دول يجاروا الناس على كل هيوديك البحر ويرجعك عالشان يبلك مخه في مخه لكن هيقول له لا مش جعان ولا حاج هو جعان هو عارف انه جعان بس عشان يمشي لكن لو مش مصري مش هيقول له حاج لأنه حاجة انت شعرها بواك مش المصريين يقول لك لو كان الملك بيعبد عجل حش وإديله يعني ما تعمدوش معاه بس يعني ما فيش جعي تصطدم به قادل الحكاية كل المصريين كتا ما قال لكش حنعبوده معاه ما قالواش كده المصريين لأن المصريين عاشوا تحت الحكم الفاطمة أكتر من 300 سنة وما فيش عمدنا ولا واحد شيعي تقول له فاخد بالك إزاي فالمصريين فرقتهم كتا يقول لك لو كان بيعبد عجل حش والدير ويعني ما تصطدم معاه لكن قال لك اعبوده معاه يعني سيبه في غيه انت مالك بيه انت خليك انت عبد ربك واسيبه هو ربنا لما يخلصك منه دي برضو اسلوب من اساليب المراوغة المصريين عندهم هذه المراوغة يعني قد تكون يعني مناسبة في أحوال وقد لا تكون مناسبة في أحوال على أي حال لكن هذه طباع شعوب دي طباع شعوب مش 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 خلقناها هذا ربك اللي خلق ما وخلق لك في الحيوانات المراوغ برضو السعلى مش كده رجو يراوغ ويعمل وأحيانا كمان يخلق لك حيوانات تاخد لون البيئة تتحط في حتة خضرة تبقى خضر تتحط في حتة حمرة تبقى حمرة تتحط في حتة حجات عجيبة كل ده عشان ربك يقول لك لا تصطدم بالواقع خلي اللي في قلبك واتقادك ولا تصطدم بالواقع إلا إذا استطعت أن تغيره فإلا تستطع أن تغيره فاستدامك في وقت غير مناسب له قد يسحقك ويضيعك فأنت إزاي علشان كده ما تبقى أنتو ضعاف يا مسلمين ما فيش داعي إن كنت تصطدم الوقت بأمريكان مثلا حتى تتحد لأن استدامكم بالأمريكان الوقتي حيصحق هو ذا اللي بيعملوا الوقت الشباب اللي عنده حماس زائد ولاك مش عارف نعمل طيب أنا حدي لك مثال وإن كان هذا الرأي ده رأي ولا أولزمك به لما كانت حماس في فلسطين ليست لها سلطة رسمية كان تأثيرها أحسن والشعب الفلسطيني كان وضعه أحسن لما بقت خدت سلطة رسمية قبل الأواني نحن مع مبادئهم نحن موفقين على مبادئهم لكن من حيث التطبيق هم أفضل مش ده الوقت اللي كنت فيه تظهر على السطح حتى تصطدم بالواقع لأنك لست في قوة الواقع فهمت إزاي خليك أنت وسيلة الضغط وخلي الحكومة تحاول وأنت وسيلة الضغط إنما أنت بقيت المحاول فبقيت الضغط عليك مباشرة فبقيت واسيلة الضغط ضعفت منع عنك المرتبات جوع الشعب شاق خدت بالك بقيت شؤمة على الناس في حين أنه كنت مجال خير للناس وانتوا بتشتغلوا وانشان كده شوف الرسول وحكمته صلى الله وسلم كان يمر على آل ياسر وإما بيعذبه في مكة كان يقول لهم صبرا آل ياسر فإنا موعدكم الجنة ولا لهم موعدكم أننا حدب حلوك الناس دي لهم موعدكم الجنة لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة وقوية شوكة المسلمين أذن للذين للذين قتلوا أذن للذين ظلموا أذن للذين يقاتلون يبقى أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فجبأ وقت النصر وقاتلوهم وقاتلوهم وقاتلوا يأتي موقع بدر ويأتي موقع أحد ويأتي في الوقت المناسب لكن لو كانت موقعة أحد بدري بدري مثلا الثلاث سنين الأولى أو الثلاث سنين الثانية كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سيتم نور الله وعلى هذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في موقع بدر عمل كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تقبل في الأرض الوقت اللي هو اجتمع بقوة المسلمين بطريقة معقولة للمواجهة فمش من المناسبة أنك تصطدم مع الواقع شفت كيف قادل الحكاية ليه لأن قد يكون إنكارك للمنكر يؤدي إلى منكر أشد منه قد يكون إنكارك للمنكر في وقت معين يؤدي إلى منكر أشد منه الشيشان الشيشان لما انفصلت عن روسيا بدأت يظهر فيها مكاتب تحفيز القرآن وبقى القرآن يباع في الأسواق بعدما كان يعني الاحتفاظ به جريمة تقود الإنسان إلى السجن الوقت في الشيشان بعدما انفصلت بقى المصاحف موجودة في المكتبات والناس حطاها في جيوبها وبدأوا الناس ما تعرفش حاجة عن الإسلام إلا إنه مسلم ما يعرفش نواخد الوجوء ما يعرفش يصلي ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة يقوم ابتدوا يفتحوا مكاتب تحفيز القرآن ويحفظوا أولادهم القرآن ويعملوا مدارس لغة عربية علموا أولادهم اللغة العربية يباع عايزين حشرين سنة ويطلع جيل مناسب يقدر يواجه يقوموا يستعجلوا الجماعة الشباب المتسرع ويعمل لك تفجيرات في روسيا وتفجيرات مش عارف إيه وفي فيلم لحد ما يصحكوهم ويقفلوا مكاتب تحفيز القرآن ويباع المكاسب اللي كنا نخده رب جيل بيعناهم آدي معنى الاستضانة الواقع فلازم الواحد يكون عنده زكاة وعلشا كده بما تقرى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الناس بالتدريج بعد صلح الحديبية شوفت أكتر من صلح الحديبية يتفق معهم يقول لهم اللي ييجي من عندكم لي هرجعه لكم واللي ييجي ليكم من عندي خدوه مش عايز في نحن كده تنازل لدرجة سيدنا عمر ما احهده ويقول له لما تبدأ الدنيا يا رسول الله بديننا هل أكت رسول الله حتى أن سيدنا عمر بعد كده يندم على هذه الجرأة التي تجرأ في هذه اللحظة إلى يا أم أن مات كان سيدنا عمر يندم على هذه اللحظة كيف تجرأ وكلم النبي هذا الكلام ولكن هي حمية الإسلام وعاطفة الإسلام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزنها بمزان العقل والحكمة هذه الحكاية وعلى شب كده حصل بعد كده في صلف الحلبي كان فتحة بي ما هو اللي حيرجع من عند النبي للكفار دليل انه ارتد عايزينه ليه مش عايزين خدوه ابلعوه واللي حييجي من عند من عند الكفار للنبي مش عايزين ويقوموا يعملوا ايه يروحوا المسلمين المستبعاتين دول يجمعوا بعضهم يعودوا في حتة بعيدا عن النبي يقطعوا الطريق التجارة على قريش يقوم قريش نفسها تتحيل عن النبي خدهم مش عايزين يعني هم نفسهم اللي خلفه العهد اللي خدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه وصار نصر مبين يبقى الحكاية كلها لا داعي الاستضام بالواقع قبل ان تكون مهيئ لانك انت تواجه هذا الواقع بالاسباب وإلا ما يبقى الشجاعة وزي ما بقولك المثال واضح انت وضع الفلسطينيين من حيث السياسة ومن حيث الاقتصال ومن حيث الحوار ومن حيث كل حاجة كان قبل ما حماس تتولى السلطة احسن من دلوقتي ده الفلسطينيين نفسهم بيقولوا هل علشان حماس وحشة حماس ما بدئها كويس احنا ما فينا عليها ونؤيده لكن علشان ظهروا في وقت مش مناسب مش هو ده الوقت المناسب الوقت المناسب بتاعكم دلوقتي انكم تفتروا حرب عصابات وسيلة دارت والحكومة اللي بتحاور هي تقول تحاور علشان الحكومة اللي بتحاور تبقى انتو وسيلة دارت ولا تمثلوا انتو حكومة علشان انتو يبقى التنازل منكم اصلا في امتى بقى المسألة ادي الحكاية وعلش كده الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بهذه الحكمة وربنا علمنا من اولها ابتدي بحاجة اللي تعرفو قبل اللي ما تعرفوش ابتدي اللي تعرفو قبل اللي اللي تعرفوش وابتدي باللي في ايدك قبل اللي مش في ايدك والناس تقول لك على صفور في اليد والعشر على الشجر يبقى أن الحاجة التي في إيدي متاحة أستثمرها حسن استثمار في أي بلد إسلامي فيها نوع من الظلم ضد المسلمين هل يمنعوا أن الناس تحفظ القرآن؟ ممنعوش صح؟ وهل المسلمين حفظوا القرآن؟ لا تلاقيه طب انشغل بقى بحفظ القرآن مش هو ده المتاح وبقى نحفظ القرآن فيه كل الخير طلع أجيال كده حفظ القرآن عارفة دين هتبص تلاقيه أما يجوا يولوا في الحكومة حيولوا مين؟ حيولوا الأجيال اللي حفظ القرآن فهتفيحصل التغيير مباشرة هتبص لأوائل الجامعات وأوائل الخرجين والأسابزة الجامعات والرجال الأعمال والتجار كلهم حفظوا القرآن عادوا يبساق المجتمع مؤهل من يتغير دون إيراق الدماء ببساطة وهدوء إنما الحكاية مش حكاية مصارعة خرى هي فهمت كيف كان مسألة كلها جاءت من عدم الاستضان بالواقع بل استغلال الواقع المتاح بقدر الفقه الضروري حتى تأخذ منه أعلى كبر فهمت كيف دون أن تصطدم بالواقع هذه هي المسألة سيدنا إبراهيم لما لأوالده سيصطدم معاه قال له إيه استضم معاه اداله بالبوكس قال له خلال دا أنت تبقى كافر حلال الدم يروح يديله ما كان في إيده الفاس اللي كسر من الأصناب كان ممكن يديه على دماغ صح ولا لأ والنبي من حيث القوى البدنية أقوى من أي بشر بالأنبياء عموما قوتهم البدنية أقوى من أي بشر للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا صارع أقوى مصارع لدرجة أن ابن الدغنة لما الرسول صلى الله عليه وسلم أراد قتله رمى الرمش ابن الدغنة أصابه هواء رمش النبي ليس الرمش مات بها بيه هوا الرمش بس جاء عليه كده أصابه بكدمة شديدة فضلت تنزف 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 في طريق الربوح حتى مات في الطريق لأنه قوة قوة الأنبياء قوية حتى أنهم كانوا يعني لما يحصل أن العدو يهجم على المسلمين يبقى من أقرب الناس للعدو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الرسول سيدنا علي يقول إيه كنا نحتمي إذا حمي الوطيس نحتمي لرسول الله لأنهم هو الأقوية ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو واجه الجيش كلها ما يتراجعش ما عندوش رخصة التراجع يبقى ده أشجع الخلق بقى قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك لكن المؤمنين لهم أن يتراجعوا لو كان عدد الجيش أكثر من بايفوت شفت قد إيه يبقى النبي ليست له رخصة أكثر من يتراجع لو واجه الكون كل لأنه مع ربه قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين على القتال عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشدوا بأسا وأشدوا تنكين لكن في المسلمين بقى زي حلاتنا قال لك إيه قال علم الله أن فيكم ضع إياكم منكم مئة صبر يغلبوا مئتين يبقى أكثر من متين ممكن نرجع نروح نقول لا يا عم مش حاضر حالي وهذا مش حرام عليه شوف هالده يبقى لكن النبي ما يتراجعش أبدا عشان تعرف أن الأنبياء أشجع الخلق وإذا كان النبي هو نبي الأنبياء فهو أشجع الأنبياء وبالرغم من ذلك شوف صلى الله عليه وسلم استعمل واقعه صلى الله عليه وآله وسلم بحكمة على مدى 23 سنة حتى دخل النفس دين الله أفواجه حتى لما اصطدم بالواقع وقت الاستضام بالواقع كان تغير واقع المسلمين صالحا لأن يصطدم بالواقع إنما لما كان واقع المسلمين غير صالح للاستضامة كان يقول لهم اسبروا إن موعدكم الجن ألا إن نصر الله قريب ويخلي المسلمين تهاجر للحبشة هجرتين للحبشة وبعض المسلمين التانين يخشوا في جوار الكفار يعيشوا في جوار الكفار يعني في معجة الكفار كل هذا علشان الواقع كان يحتكد فلازم يبقى عندنا هذا الفقه والفهم الوجه السادس والثلاثون فيه دليل على أن الفكرة أفضل الأعمال لأن في ضمن قوله تعالى خلق الإنسان من علق ما يستدعي الفكرة اللي هو عبادة التفكر اللي هو التدبر أفلا يتدبرون فعبادة التفكر كأن النبي الله سبحانه وتعالى رد النبي بعدما قال لو اقرأ باسم ربك رده إلى عبادة الفكر تفكر وتدبر في هيئتك كيف خلقك من ضعف إلى قوة قادر أن يجعل دعوتك من ضعفها يقلبها إلى قوة كما قلبك من ضعف إلى قوة يقلب دعوتك من ضعف إلى قوة فلا تيأس انظر إلى نفسك يعني كأنه يقول له تدبر تفكر حتى يحصل للمخاطب بذلك علم قطعي وإيمان صادق وليس الإيمان به والتصديق بعد الفكرة كالإيمان به بديهة ولهذا المعنى أشار عليه السلام بقوله تفكر ساعة خير من عبادة سنة تفكر ساعة خير من عبادة سنة وفي رواية خير من عبادة الدهر لأن المرء إذا تفكر قوي إيمانه وبان له الحق والطبح وبقدر تعمقي في الفكرة يقوى الإيمان ولهذا المعنى قال بعض الفضلاء أنا أوصيك بأن تديم النظر في مرآة الفكرة مع الخلوة فهناك يبين لك الحق الوجه السبع والثلاثون فيه دليل على أن المتفكر في عظمة الله وجلاله ينبغي أن يتفكر عقب ذلك في عفو الله وكرمه وإحسانه لأن قوله عز وجل خلق الإنسان من علق معناه ما تقدمه واستدعاء الفكرة في منص الله عليه وذلك يقتضي العظم والإجلال يعني لو قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وسكت لا تفتر قلب النبي من جلال عظمة الله لكن لحقه بجمال الله قال له ربك الأكرم يوم يلحق حتى لا يتفتر القلب من شدة تجلل عظمة والجلال يوم يأتي بعد ذلك رحمات الجمال لأن لو فكر الإنسان في قهر الله وقدرة الله وعظمة الله فقط دون أن يتفكر في لطف الله وعفو الله ورحمة الله وكرم الله قد يغلب عليه الخوف فيغلب عليه القنوط واليأس يوم ربك سبحانه وتعالى أراد أن يتوازن إيمان المؤمن بين أمل في الله وخوف من الله يكون عندك أمل في الله وفي نفس الوقت في خوف من الله اللي هو اسم الخوف والرجاع ثم قال عز وجل بعد ذلك اقرأ وربك الأكرم وهذا الاسم الأكرم يتضمن معاني الأسماء كلها الموجبة لللطف والإحسان نسأل الله بمنه أن يعاملنا بمقتبى متضمنه اللي بالكرم يعني والحكمة في منع التفكير في عظمة الله دون ما يضدها أن المتفكر إذا تفكر فيها وحدها قد يخاف عليه لألا يذهب به الخوف إلى بحر التلف وهو القنط واليأس فإذا أعقله بالتفكر في مقتدى الرحمة والإحسان أمن من ذلك يبقى أول ما تعمل معصية وتتفكر في بجاء في جانب عظمة الله وتقصيرك فيه إلحق بقى واظبط نفسك بالتوبة وبالأمل في الله من يقبلك فيما؟ فيبقى عندك أمل في الله يبقى يكون رجاءك في الله حال المعصية ويكون خوفك من الله حال الطاع يعني لما تعمل الطاع تقول سبحانك ما عبلناك حق عبادتك نحن ما عملناش حاجة للي وفقنا ربنا انت مثلا وانت واحد بتصلي ركايتين معانا النهار دا جدا مش كان ممكن ربك يقلقك بشوية مغرس تقديم في الحمان صح ولا لأ يبقى يكون ربنا سبحانه وتعالى أتم عليك النعمة ممكن كان يجيلك تليفون يقلقك يخليك مش في المكان دا أصلي بتجري علشان تشوف حاجة أقلقك لكن شوف ربك سبحانه وتعالى يسر لك كل حاجة وهدّلك كل حاجة هدّلك كل حاجة في الخارج وفي داخل جسمك كل دا عشان يوقتك بين يديه يبقى الموفق مين هو ربك وبدأ من كده انت واقف سبحانه وتعالى يعني حتى وانت في عبادتك ما بتعبدش الله حق عبادته سبحانه وتعالى فيبقى حالك وأنت في العبادة الخوف من الله ألا تكون قد أديت الشكر الذي وطّقك الله للعبادة فإذا كان مجرد ان وطّقك للعبادة محتاجة شكر والعبادة نفسها محتاجة شكر فقط الشكر فهتلاقي نفسك وكل شكر محتاج شكر على الشكر هتلاقي نفسك في الآخر تقول كما قال النبي لو أقصي ثناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك ما تستطيعش وعلى شك كده الخوف يكون حال الطائع والرجاء حال العاصي لأن لو انقلب الأمر لكان الشكاية اعتباد على العمل يعني لو كان رجاءك يزيد مع الطاعة يبقى أنت اللي خل رجاءك يزيد في الله مع الطاعة معناه أنك أنت نظر لطاعتك معتمد على عبادتك يعني يا رب أنا صليت بقى بل بقى يا رب دي اسمائل اتقلب مع الله صح ولا لك يا رب أنا جديتك أو صمت رمضان وصفيت وصليت الفجر وقفت صليت المسجر الأشرف لما كسرت رجليا وبعدين بعد كده بقول لك يا رب يا رب اديني بقى ما تديني بقى هو ما بيقولش كده باللسان واخد بالك ده هو بيقول كده بايه من جواه بس يعني ايه مكسوف يقول كده باللسان لكن ربك أعلم بحالك اللي بيقول كده باللسان حالك ايه ان رجاءك يزيد مع العمل الصالح كأنك بتقول كده بذلك فهمت ازاي لما رجاءك يزيد مع العمل الصالح كأنك بتقول الكلام اللي أنا بقولولك ده اللي انت أصلا مش قابل تسمعه لكن لما رجاءك يزيد ليه مش قابل تسمعه لأن ده اعتمد على العمل مش اعتمد على الله فهم يبقى لازم الإنسان ودليلك على كده إن ربنا بيقول والذين يؤتون ما آتوا اللي يعني بيعملوا الأعمال الصالحة وقلوبهم حلها الرجاء ولا الخوف قالوا وقلوبهم وجلة يعني خايف نحسن ربنا ما يبلهمش يبقى يكون حال الطارع الخوف حتى لا يكون مؤتمد على عملهم فهو يكون حال العاصي الرجاء عشان يتوب ولكن حال العاصي الخوف حيقنط من رحمة الله يوم يسأل يستمر المعاصيك لكن لازم يكون عنده رجاء وقل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إذا ربنا فتح باب الرجاء لأهل المعاصي وفتح باب الخوف لأهل الطاعة حتى يحمي العاصي من معصيته فيتوب بالرجاء ويحمي الطائع من طاعته فلا يعتمد عليها دون الله لأن ربنا عيدك تبقى عبد لي في كل حال عبد لي في كل حال لا تكون عبد الطاعة ولا عبد الذكر ولا عبد الفعل الحسن بل عبد الله سبحانه وتعالى لا تفهم كيف وكذلك الثاني لا يكون عبد للمعصية تتملكه فتيقصه من الحياة ويأم ينتحه أو يستمر فيها في غيه لا يريد أنه يغير المسائل يبقى ربك سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ بيدك من طاعتك إليه ويأخذ بيدك من معصيته من معصيتك إليه يبقى يريد أن يأخذك من كل شيء إليه يريد أن يدفعك إليه في كل حال يغار على قلبك لأنك عبده من النعمة ويغار عليه من البلاء فلا يريدك تيقص في بلاء ولا يريدك تركا لنعمة لكن عيدك تركا إليه في كل حال تتوكل عليه في كل حال لا على النعمة ولا تيقص في البلاء تهمت بقى المسائل وعشان كده ربنا يعلمنا الوجه الثامن والثلاثون فيه تليل على أن من أصبه أمر فلو أن يتداوى بحسب معتاد ما لم يكن فيه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبه الرعب رجع إلى معتاد من التدثير يقول زملوني زملوني وقد قال عليه الصلاة والسلام تداوى كل نفس بمعتادة شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له الخوف ده داوى نفسه بالعتاد أن لما يحصل له الرجسة دي أنه يضغط ما راحش بقى يقول لتب أنا أخد علاجي إيه هو عمل العلاج اللي بتعوده مع نفسه الإنسان لما تجيله رعشة بيعمل إيه بيضغط حتى الطفل الصغير أول ما يجيله جده يقول لنغطيني يا باب يعني حتى الطفل عرفه يبقى لما تيجي يصيبك مرض وإنت مجرب نفسك أن فيه شيء معين يريحك حتى لو إذا كنت أقول لك الشيء ده ما تاخدوش خذوا لأن أنت أكثر ناس تجربة مع نفسك فهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بما اعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم إيه خد بالحكمة أبو كرات أيدها اللي هي حكمة إيه الطبيب العربي القديم الطبيب العربي القديم كان يقول إيه قبل بعثة النبي والحكاية دي كانت متوارثة من علوم الأنبياء السابقين وأيدها النبي اللي هي الحمية رأسه الدواء والجوع الشبع المعدة المعدة بيته الداء والحمية رأسه الدواء وعوده كل جسم معتاته الحمية يعني إيه يعني الاحتياط في الأكل مش قاعد طول النهار بقك شغال وتاكل أي حاجة كأنها قضة خزين حتى الأكل في بعض الناس وبعض ستات البيوت بيجول يعني تخان كده سمان يا ست انت ليه كده تقول أسطنة كل ما يتبقى حاجة يصعب علي أن أنا أرميها أو أحطا في التلاجعة وده كل بوقيت الأكل لما يجيلك بقيت وزنها 160 كيلو وإن فرش فرعش كده يعني الواحد ما يكلش إلا لما يبقى جعال وإذا أكل لا يشبع العادة كده واحد راح لسيدنا من السرين بيقول له أريد أن أتعلم العلم قال له قبل أن تتعلم العلم كيف تأكل؟ قال أكل حتى أشبع قال ذلك أكل البهاي بيعمله الأول زي ما تقول إيه يعني سؤال كده شخص يعرف انتكانياته إيه يعني عشان يعرف هيعلمه إيه الأول فبيقول له طيب لو أنت عايز تتعلم العلم الأول أشوفك أنت بتاكل إزاي وبتشرب إزاي فبيقول له كيف تأكل؟ قال أكل إذا جعت وإذا أكلت أشبع حتى قال ذلك أكل البهاي وكيف تشرب؟ قال أشرب حتى أرتوب قال ذلك شرب البهاي قال وكيف تنام؟ قال أنام حتى أستيقض لوحدي كثير قال وذلك أنام البهاي اذهب تعلم كيف تنام وكيف تأكل وكيف تشرب ثم تعالق وعلمك الحلم فهمت إزاي؟ وعشان كده رسول كان يقول إيه نحن قوم لنأكل إذا بقنا وإذا أكلنا إيه؟ لأن لو كنا وشبعنا يبقى لأكل البهاي إنما أكل الفاهمين اللي هي الحمية اللي هي الحمية رأسه إيه؟ رأس الدواء إنك إنتما تأكل ما تشبعش ما تقول لأش بطنك فهمت بها المسألة وما تيجي تشرب لا ترتوي ارتواء زائد ما قال لك سلسل لطعامك سلسل لشربك سلسل لنفسك عشان يبقى فيك نفس مش تيجي تقرأ تلاقي نفسك بتتكرع وتيجي تزبط تلاقي الأكل رجع على بؤك يعني مليها على الآخر مفيش حاجة وفي الآخر تلاقي نفسك عايز تنام بيعت الليل كله في النوم لأنك مليت بطنك للآخر بيعت عمرك تقيمت فالحكاية كلها تلاقيها عايز حكمة وتلاقي نفسك وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالحكمة العربية دي في عمله اللي هي ايه الحمية رأسه المعدة بيته يعني أول ما تملى بطنك خلاص كل الأمراض تجي لك طيب ما عتبت تملى بطنك عشرين ثلاثين سنة ييجي السكر ويجي الضغط ويجي السمنة والمفاصل توجعت ودرجة كل حاجة وكلسترول يزيد والدون يزيد ويقولك عنك دون على الكبد وعنك كسب مش عارفين كل ده جاي منين إنه بقى باربعين سنة بيأكل يشبع بقى باربعين سنة كل ما يأكل لازم يشبع الله ما ينفعش لا لا في ناس كمان أكتر من كده تأكل وتشبع وبعد ما تشبع ينجوا كمان بعد ساعتين يقولك عايزين ننقنق حاجة كده يأكل حاجة كمان بين الوجبات دي مصيبة تانية يعني بيأكل فوق الشبع كمان يعني حاجة عجيب هارفتك الحيوان المفترس هاتل أكتر كده على مكان اللي افترس واخد بقى ميررش يأكل تانية طالما شبع لو جبت له أحلى غزالة وشويت له أحلى شو طالما شبع ما يكترش يأكل تانية وبعدين لما يأكل يأكل تملي حاجة كارغة يعني يأكل من الغزالة حدا ما يشبع ويسيب الباقي بقى لأكل الجيف عشان كده سموه ملك الغاب يأكل هو الحاجة الحلوة الطاض وبعدين لما تيجي يسيب أكل الجيفة في أكله الضيئي بتاعته لما ييجي يجوع تاني يروح يصطر جديد يصطر جديد بس عشان كده سموه ملك الغاب انت كمان أما تيجي تأكل تأكل أكل بسيط وتاضج ما يمكن ولا تشبع وإذا أكل لا تأكل فوق أكل حتلاقي نفسك صحيح طرح ومتلك كيف والرسول يقول لك عودوا كل جسم المعتاد عود كل جسم المعتاد احنا ساعة يجي لنا بعض المرضى يقول لك ايه والله يا دكتور بالذات الجماعة السودانيين والليبيين أنا لو مكلت الشطة ما يجليش نفسه أبدا أكل الليبيين والسودانيين بيعملوا سندوتشات شطة لو كان تتة منها واحد مولع لمدة عشر سنين وهو يأكله عاد جسم متعود كده لما تيجي تقول له بطل الشطة تماما تلاقيه نفسه تتسد ويقعب لك بالأسبوع مش عايز يأكله ويجي لك خاصص عشرة كيلة مش عارب يأكله خلص هو بيأكل الشطة وبيعملها كده والطب بتاعك انتا بيقول ده المضرر لكن الراجل متعود عليه ما جردهش حاجة سيب سيبه بس قوله بلا إسرافه قوله بس يدي كل شطة بس بلا إسرافه لأن ربنا قال كله أشربه ولا تصيفه وفي كلمة كله داخل الشكل مش كده بردو من دام لحاجات اللي تتاك لكن قال لك بالآخر بردو ولا تصيفه يعني يعني بدل ما يجي لك بواسير بدل ما يجي لك قرحة المعدة بدل ما يجي لك ارتجاع في المريء يجي لك مشاكل كتيرة تمتعدله لكن تيجي تقول له بطلها خالص وهو جسم معتدها تضره شوف بقى وعوده كل جسم المعتاد وعلش كده الواحد لازم مما يجي يعالج المريض يشوف حطه إيه واحد يجي يقول لك يا دكتور والله أنا كنت متعود أنام كل يوم بعد العصر ساعتين أصبت دماغي بس أنا بصحبك لي روح شغلي أجي على العصر بقي نفسي بتاعبان أولي يقوم إيه رحت مرة للشيخ في الجامعة قالوا لي دا الوقت من العصر المغرب دا وقت كله بركة وذكر واللي ينام بعد العصر دا نوم الغافلين فأنا رحت مبطر الساعتين دولي بيطاعد كده هون أرجع من شغلي أعقب مسك السبحة وفعل أرقاون يجي لك بعد شهر واثنين هزيل وتعبان ولون أصفر وشاحل ليه يا عم أصلي بطلت الساعتين دول أصلي دا نوم الغافلين يا عم نوم إينام يا عم وكخبت وريحوا ما انت حتعي وبعدين لما بطل ينام الساعتين دول بقى ما يعرفش يصحى بدر الشغله كالعادة في نشاط يوم رح شغله خصموله يومين وبقى شوية رفلو بقى عوطن وبقى ضعيف وهديد وبقى مش عارفين كل رأى عشان الشيخ قال له دا نوم الغافلين شيخ مين دا عوضوا كل جسم المتاء اللي بيقعد من العصر للدهر للمغرب دا قاعد يذكر ربه دا راجل ما عنده الشغل الصدف بيقعد يذكر ربه لحد شروق الشمس وبعدين ينان يصحى على صبات الظهر دماغه مليانة معمرها وبعدين يقعد يصلي الظهر ويأكله لقمتين ويشرب الشاي ويعمر التاسة ويصلي العصر يلاقي نفسه مصحصح وفاق ما هو يا راجل عواطني ربنا مريح لكن انت راجل من اهل المهن انت بتصحى من الفجر صلي الفجر يتروح شغلك تكاهل تيجي على العصر تبقى ميت عايز تبقى زيدة ما ينفعش قال لي معنى عوده كل جسم المعتاد هو دا الثقة هو دا الثقة مش الراسوس حساني بيقول ليعبد احدكم ربه نشاطه شوف كلام النبي الرحمة ليعبد احدكم ربه نشاطه يعني لما تبقى نشيط ومعبد احدكم تعبان نا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجده لقى ايه لقى بين العمودين عاملين حبل كده ما نظر نتهودش عليه عامل زي البتاع اللي في سقف الاوتوميس دا اللي الناس تبسكه دا اللي حسام تقى ولو مسكته لازم تدفع التذكار فهو عامل عامل حبل لقى الحبل بين ايه بين عمودين في مسجده فسأل ستنا عايش ايه دا قال دا دا حب وضعته فلانة من الانصار عابدة تصلي طول الليل فاذا وجدت تعبا امسكت فيه حتى لا تنام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه دا فكوه دا فكوه فليعبد احدكم ربهم نشاطا فاذا نعت فالينام هو دا دين دا بقى انا جيت قلت لكم كده اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واقرب النساء شفت بقى كلام انه بيحلو ازاي فالحكاية مش عايزة غلبة لن يشد الدين احدا الا غلبة ان هذا الدين متين لعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجفة دي عمل ايه اتعالج بالحاجة المتعود عليها ولما كان يصيبه حاجة كان يتعالج بالحجامة لان الحجامة كانت علاج متحت عصره تهمت ازاي باس مش معنى كده انها من الدين الحجامة يقولك السنة تحتاجم حتى لو سليم من قال بقى كده بقى النبي كان يروح يحتاجم وهو سليم النبي احتاجم لما اصاب الصدع احتاجم لما اكل سم اليهودية احتاجم لما جاء له سمة يبقى النبي كان يحتاجم عند المرض واحتاجم ليه لانه كان علاج متحت عصره صلى الله عليه وسلم لانه النبي لم يكن من المتكلفين فالحجامة تعملها كعلاج لحاجة مش تقولك انا كل شهر لازم احتاجه تقوله سليم ليه ويطلع الجماعة الحجامين الجداد يريدون ان يطلعوا الحكاية دي عشان يلموا فلوس الناس ويغلط ويعملوها بالدين ولكن السنة من السنة انت تعالج اذا مريدت ومن السنة الا تطلب الدوار وانت معافل هي دي السنة مش كده برضه فالحكاية سهلة في ابن نبي صلى الله عليه وسلم كان يتعالج بعلاج المتاح في عصري سهل كده بلا تكلف فلما تبقى انت بتعود حاجة بتاخدها تريحك ما تروحش للدكتور خدها تريحك وخلاص وريح نفسك عشان اولا ما تزحبش الهيادات وتتعبنا معي حتيجي للدكاترة حيقولك اعمل تحاليل واشعات ورانين ومش عارف ايه اللي بديني عليه ويتلع لك بالاخر حاجات ما كنتش انت بتشتكي بيها فربنا ينجيك منهم الوجه التاسع والثلاثون قولها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده رجع بها بمعنى حفظها يعني بأذيه الايات فظهرت هنا ابتداء ثوائد الغط لسرعة الحفظ لما قلقي اليه والرجف كناية بان ما لحقه عليه السلام من الخوف والوجل والفؤاد كناية عن باطن القلب لان الخوف والفرح فيه ونقف على الوجه الاربعون غدا ان شاء الله تعالى اللهم علمنا اللهم فقهنا اللهم نورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسر أمورنا واستر عيبنا بلغنا مما يرضيك أملنا وفقنا يا رب وسائل المسلمين لما تحب وترضى إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل صلاة على أسعى للمخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذكرون أفرعاً كثيراً غاطئين وجزاك الله خير